لا تبدو عودة البريطانيين إلى ما اعتادوا عليه من مرح وانطلاق سهلة أو دون عقبات فالحقيقة أن استئناف الحياة الطبيعية سيكون له ثمن ضاهظ على المدى القصير والطويل أيضا عندما يصبح بإمكان مواطنين السفر إلى الخارج فسنحرص على أن يتمكنوا من إثبات وضعهم بالنسبة لمرض كوفيد سواء من ناحية التطعيم أو نتيجة الاختبار السلبي وهذا هو القرار الصائب خاصة وأن العالم كله يفعل ذلك الثمن الباهظ إذن قد يكون شهادات بالحصول على التطعيم إضافة إلى الخضوع لفحص دوري مرتين أسبوعيا فضلا عن إجراءات أخرى في حال الحاجة للسفر خارج البلاد كلها خطوات قد لا يوافق عليها الكثيرون إذا منحونا الخيار ربما نفكر بشكل مختلف ولكنهم يستعبدوننا فإما الحصول على التطعيم وإما عدم السفر أفضل الخضوع للاختبار أكثر من إجباري على حمل شهادة الحصول على التطعيم لن أكون سعيدا إذا كان ذلك إلزاميا لكن ومع ذلك كله لا يبدو الأمر حتى الآن واضحا بالنسبة للحكومة حتى وهي تتخذ قرارها بالمضي قدما في تخفيف الإغلاق اعتبارا من الاثنين المقبل بإعادة فتح المحال التجارية والصلاة الرياضية وصالونات الحلاقة لهذا ربما أحجم بوريس جونسون رئيس الوزراء عن إصدار أي قرارات حتى الآن تاركا الأمر للأيام المقبلة خاصة وأنه يواجه معارضة شديدة من سياسيين كثيرين لكن شهادات حالي كوفيد كما سماها ربما تكون السبيل الوحيد أمام استئناف الحياة الطبيعية وإنقاذ الاقتصاد من عثراته أشوف سعد سكا نيوز عربية لندن